اشتركوا في القناة التحاور والنقاش لكن مع الاسف شديد نجد بان هناك تعنتا ورجوعا للوراء وارتدادا خطير جدا في عدم الاخض بملاحظة المحامين وهي ليست ملاحظة في اوية ترتبط بحقوق المحامات وبحقوق الدفاع لكنها انتظارات مجتمعية الا انها نجد انفسنا باننا ربما الاقرب الى التعبير على هذه الهموم وهذه الانتظارات المشروع قانون 23 صفر جوج بما يحمله من خروقات كبيرة في مخالفته للدستور في الكثير من المقتضيات التي تتعلق بالعدالة والتي تتعلق بالدرجة الاولى بالعدالة الاجرائية هذه التنبيهات كانت في السابق وكانت لمدد طويلة جدا ولتاريخ يعني ليس بالقرب لكن لم تأخذ بالاعتبار نتمنى بان يكون صوت المحامي الان هو صوت تعبيري عن جميع الانتظارات في هذا البال خصوصا الانتظارات الحقوقية بما يتفت بحق المواطنين للوجوء القباء وحق المواطنين للتقاضي على درجتين وحقوق دفاع المتمتيلة بالخدمات التي يقدمها المحامي كخبير في المادة القانونية وكذلك الولوج المستنير والامن للعدالة حسب قرار مكتب جمعية المحامين الذي بقي منعقدا منذ تاريخ عشرين سبعة الفين وورا وعشرين فجميع الاحتمالات وجميع المساعي وجميع الأبوال صفة الطرق ولا أعتقد بأنها المرحلة تشريعية لم تنتهي بعد لازلت هناك معركة أخرى ستدور رحاها في مجلس المستشارين بالقيام بالتعبئة من أجل اسقطة هذا القانون من أجل كشف هذه التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات جانب آخر متعلق بالمحامي والضغط من داخل الممارسة المهنية وهي أمور مطركة لتقدير مكتب جمعية هيئات المحامين لاتخذ في شأنها ما يراه مناسبا ما هو مهم هي وحدة الصف المهني وحدة هيئات اجمعها جميعا اجمعها بدون استثناء على مناهضة هذا القانون وعلى الضغط من أجل التراجعات محمد محمد محمد